تزهق الحرب في اليمن أكثر من ثمانية آلاف قتيل لكن آلة الموت تأبى أن تتوقف في مدنها وقرها وحاراتها ووفقا للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فإن إجمالي انتهاكات الميليشيا خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى ديسمبر 2015 بلغت أكثر من 66 ألف حالة انتهاك وجريمة شملت 17 محافظة وثقت تقرير مقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني بينهم 508 طفلاً وأربعمائة وسبعين امرأة كما وثقت تقرير إصابة قرابة 20 ألف مدني بينهم 2296 طفلاً وألف وتسعمائة وسبعة وعشرين امرأة أشار التقرير إلى رصد ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين حالة احتجزتها الميليشيا تعسفاً أكثرها فئة السياسيين بعد أن وصل عدد المحتجزين في سجونها نحو أربعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعين شخصاً كذلك فئة الإعلاميين يقول التحالف اليمني تعد الفئة الثانية في قائمة المحتجزين لدى الميليشيا حيث بلغت مائة وواحد وتسعين إعلامياً إضافة إلى ألفين وثمانية وعشرين ناشطاً وألف وأربعمائة وواحد وعشرون آخرون أما فئة الأطفال فرصدت تقرير مائة وتسعة وخمسين طفلاً تم احتجازهم لدى الميليشيا وكذلك عشر نساء لم تتوقف الانتهاكات عند حدود القتل والإحتياز التعسفي والإخفاء القسري بل أيضاً شنت حملات تعذيب ممنهجة التقرير الدوري للتحالف اليمني وثق ألفاً وسبعة وسبعين حالة تعذيب بالإضافة إلى ألفين وسبعمائة وستة حالة إخفاء قسري فيما بلغت حالات الاعتداء على الممتلكات العامة ألفين وسبعمائة وثمانين حالة طالت النسبة الأكبر منها المرافق التعليمية حيث بلغت ثمانمائة وأربعة وثلاثين مرفقاً طبياً تليها دور العبادة التي وصلت إلى خمسمائة وثمانية وتسعين داراً ومسجداً ثم خمسمائة وأربعة وسبعين مقراً حكومياً واربعمائة وخمسة وثلاثين مرفقاً خدمياً ومائتين وتسعة وسبعين مرفقاً صحياً وستين موقعاً أثرياً وفق هذه الأرقام فقد توغل اليمنيون داخل عتمة الأعوام الماضية من دون انتباه جذبتهم الحرب إلى لجتها ثم تلضوا منها تحت الفيء الواهي لمؤتمرات دولية خدرتهم وحسب لم تأتهم بأي حل بل أنبتت لهم المزيد من الخوف وهم على حالهم وقد أعياهم القهر وسوء الحال